موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام السلام الله عليكم و اهلا بكم في اخر طبع نستضيفه في هذا الحلقة السيد عريب الانتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية للحديث عن تطورات المنطقة اهلا بك سيد عريب طبعا تداعيات خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول اتفاق النووي ومآلات هذا الاتفاق لا تزال تتصدر الصحف العربية والصحف العالمية وكأن هذا الخطاب سيكون تمهيدا لمرحلة جديدة في المنطقة هل هو كذلك نعم هو كذلك اعتقد ان ترامب بخطابه واجراءاته الاخيرة رفع درجة التصعيد والمواجهة ضد ايران الى مستوى غير مسبوق واعتقد انه يقود العلاقة بين الجانبين بين الولايات المتحدة وايران الى حافة الهاوية لم تعد تفصل البلدين عن الهبوط الى قعر الهاوية سوى خطوة واحدة فقط هي الانسحاب من هذا الاتفاق هو اوصل الامور الى حافة الانسحاب من هذا الاتفاق واعلان الحرس الثوري منظمة ارهابية لم يقل ذلك صراحة ولكنه احال المسألة الى الكونغرس وابقى لنفسه الحق في الانسحاب من الاتفاق واحال ملف الحرس الى وزارة الخزانة واتخذت اجراءات بموجب قوانين مكافحة الارهاب ضد الحرس عن وزارة الخزانة الامريكية والملف الان بيد الكونغرس وهو عرض للمزايدات والمناقصات داخل هذا المجلس بهدف اما الهدف الاول او البست كيس سيناريو سيناريو الافضل امريكيا هو اقناع ايران او الضغط عليها لعادة فتح الملف للتفاوض من جديد وهذا غير وارد ايرانيا على الاطلاق اثنين الاعلان الانسحاب ربما في مرحلة لاحقة من هذا الاتفاق ما دفع ترامب للوقوف على حافة الهاوية وعدم الانزلاق اليها ثلاثة عوامل اساسية العامل الاول ان امريكا ليست جاهزة لخيار حرب جديدة في هذه المنطقة العامل الثاني هو ان الولايات المتحدة لم تجد حلفاء لها على المستوى الدولي بمعنى العالم باسره وقف وقفة جدية يعني ضد الخطوة الامريكية اوروبا روسيا الصين الامم المتحدة العامل الثالث هو الخلاف داخل الادارة الامريكية اعتقد ان ايصال الامور الى هذا الحد وعدم سماح لها بالانزلاق الى قعر الهاوية ربما جاء بتدخل من قبل تيلرسون في الخارجية وماتيس في وزارة الدفاع كما تقول التقارير والمعلومات والمصادر الامريكية يعني ترامب في هذا المجال كان مقيدا باكثر من سبب لكنه اوصل الامور الى حافة الهاوية هل من الممكن ان تنزلق عن هذه الحافة لسيما انه بعد زيارة الترامب اذا عدنا الى خمسة اشهر الى الوراء تقريبا بعد زيارة الترامب الى الرياض من الواضح بانه هناك محور بدأ يتشكل في المنطقة ضد ايران من خلال التصرحات التي سمعناها من ترامب ومن بعض الزعماء العرب ضد ايران البلايات المتحدة الامريكية اسرائيل السعودية البحرين الامارات وبعض الدول العربية التي تدور في الفلك السعودي هل من الممكن ان تقدم السعودية على خطوة حرب خاصة انه كان هناك تصرحات وايضا في الفترة الاخيرة ايضا حصلت تصرحات في هذا الاطار من بعض السياسيين السعوديين بدعم امريكي او ان يكون هناك خطوة حرب امريكية بدعم سعودي واسرائيلي اولا بمثل هؤلاء الحلفاء لا تستطيع الولايات المتحدة اتخاذ قرار حرب ولا قرار سلم يعني هؤلاء لن يقدموا ولن يؤخروا كثيرا ان قررت واشنطن خوض حرب مباشرة ضد ايران هذا اولا ولكن على مستوى التمويل كان لهم دور في اكثر من الحرب خططة الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل الحرب ليست تمويل الحرب ليست فقط مال الحرب جيوش ومعدات وخسائر بشرية وغير ذلك هذه الدول غير مؤهلة يعني هذه الدول بكل ترسانتها قررت حسم الحرب في اليمن خلال اسبوعين الى ثلاثة اسابيع نحن في السنة الثالثة لهذه الحرب والقتال يدور الان على اراضي سعودية وليس فقط على الاراضي اليمنية فدعنا لا نبالغ في هذا الموضوع ولا نعطي الامور اكثر من حجمها في هذا المجال الولايات المتحدة غير مستعدة للحرب يعني بعد افغانستان والعراق وقد فرقتوا للتو من قراءة كتاب النظام العالمي لهيري كيسينجر الاخير وهو واضح في هذا المجال ان الولايات المتحدة فقدت القدر حتى اشعار اخر على شن حرب جديدة ثم ان المستهدف بالحرب هذه المرة ليست القاعدة او ليست نظام ديكتاتوري معزول المستهدف بالحرب دولة اقليمية كبرى مثل ايران بشبكة تحالفات وعلاقات لها اوراق اوراق وثلاثة الحرب في السابق كانت بغطاء دولي بعضها بقرارات من مجلس الامن وبعضها باقتلافات دولية عريضة ستينية وسبعينية كانت تضم هذه الاقتلافات الان لا اوروبا ولا روسيا ولا صين الا حرب العراق 2003 كان فيه تحالف ستيني مش مجملة استامن بس فيه تحالف ستيني الان بأي تحالف سيأخذ من هي الدول التي دعمت ترامب وستراتيجيته الجديدة حيال ايران اسرائيل السعودية الامارات البحرية هل يستطيع ترامب ان يخذ حرب على ايران بهؤلاء الحلفاء اعتقد هذا موضوع في قدر مبالغ لكن دعني اكون واضح فيها الحرب يبدأ عادة او الحروب عادة تبدأ من العقول وبالكلمات قد تنزلق الاطراف الى ما لا يحمد عقباء قد تنزلق الى خيار مواجهة لا تريدها وهذا حصل في التاريخ بمعنى انت توصل الامور الى حافة الهاوية دون وجود اي ضمان بانك لن تنزلق الى قعرها هذا يحدث احيانا لكن في ظني ان الوضع في الولايات المتحدة لا يسمح بذلك الان السجال الكبير في امريكا هل ترامب مؤهل لرئاسة امريكا او غير مؤهل هذا ما اردت السؤال عنه الوضع لا يسمح في داخل الولايات المتحدة الامريكية خرجت اصوات عديدة بعد هذا الخطاب لدونالد ترامب حول الاتفاق النووي تحذر في الحقيقة من الانزلاق نحو الهوى ومن تبعات الخطير وتشتك باهليته حسب ما يقول جون كيري وزير الخارجية الامريكية السابق بانه سيكون هناك تبعات خطيرة حتى على الولايات المتحدة الامريكية ما هي التبعات الممكنة على الادارة الامريكية من هكذا قرار او من هكذا تبعات لخطاب ربما لن يرقى الامر الى مستوى الغاء الاتفاق بشكل عام نحن ننتظر ولكن هذا الخطاب بحد ذاته سيكون له تبعات شوف يا عزيزي اعتقد انه السيناريو الواقعي المنتظر في هذه المنطقة يستبعد خيار المواجهة المباشرة بين ايران والولايات المتحدة انا ما زلت استبعد هذا الاحتمال لكل اسباب التي ذكرناها قبل قليل لكن هناك اربع او خمس ساحات ربما اكثر لحروب الوكالة في هذه المنطقة هنا ستكون المواجهة سنتحدث عنها بالتفصيل لانه تستحق ان نتحدث عنها لكن انا اقصد التبعات على داخل الولايات المتحدة الامريكية يعني تخيل يعني الرئيس الايراني حسن روحاني يقول بانه الولايات المتحدة الامريكية من خلال هذا الخطاب لدونالد ترامب في حال ألغي الاتفاق النووي بشكل رسمي ستفقد مصداقيتها لن تعود اي دولة تثق بالتفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية هذا صحيح خاصة انه ليس الاتفاق الوحيد الذي انسحبت او قد تنسحب منه الولايات المتحدة الولايات المتحدة انسحبت من نافتة اتفاق نافتة مع كندا وعندهم مشكلة الان كبرى مع كندا ودول لاتينية اخرى الولايات المتحدة لصحبت من اتفاق باريس للملاخ وهذا كمان عمل صدمة لكل المجتمع الدولي كيف توقع ترامب مهجوس بارث أوباما وهو يسعى لتصفية هذا الارث بأي طريقة ممكنة أوباما أحد أهم العلامات البارزة في ارثه السياسي الاتفاق النووي مع إيران هو الآن يسعى لتهجيمه وتحطيمه إن لم يكن الانسحاب منه اثنين أوباما فتح مع كوبا بعد أكثر من نصف قرن من القطيع انظر كيف تتردى الآن العلاقة بين كوبا والولايات المتحدة أوباما أقر بعد سجال عنيف أوباما كير للعناية الصحية للفقراء ومحدود الدخل في الولايات المتحدة انظر الهجوم الشرس على أوباما كير من قبل هذه الإدارة أوباما في موضوع المناخ من بيئة أكاديمية موضوع المناخ والكربون وغير ذلك أخذ مجموعة من الإجراءات المهمة بهذا المعنى تلغى الواحد تلو الآخر من قبل هذه الإدارة الرجل المهجوس بتحطيم إرث أوباما ولذلك غير مستبعد أن نجد حالي من الهستيريا تجتاح هذه الإدارة بشكل أو بآخر في كثير من الملفات وليس الملف الإيراني لكن أعتقد أن هناك حدود لما يمكن لترامب أن يفعله في هذا المجال هو يستطيع أن يفاوض وأن يلعب وأن يردد شعارات كبيرة وأن يطلق تغريدات غير محسوبة بهذا المعنى ولكن شيئا فشيئا أعتقد أن المؤسسة بدأت تستوعب جنون هذا الرجل بدأت تحتوي شيئا فشيئا التداعيات الخطرة لسياساته في هذا المجال وأعتقد أنه سيقف ربما عند هذا الحد لكن هل سيتنفس هذا التصعيد في أماكن أخرى؟ نعم هل سيكون لهم عكاسات على الداخل الأمريكي؟ تخيل سيناريو غدا أمريكان بربع مليون جندي ما استطاعوا يسيطروا على العراق وخرجوا بخمس تلاف قتيل فما بالك الآن بخمس تلاف جندي في العراق ما الذي يستطيع الأمريكيون أن يفعلوه في هذا المجال؟ أعتقد هنا يدرك ماتيس والبنتاجون أن لعبة ترامب خطرة بهذا المجال وهنا أسأل عن الأوراق التي تمتلكها إيران للرد على هذا التصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية شوف في سيناريو المواجهة المباشرة أعتقد أنه هناك خسائر ستوقع بالطرفين دعنا نعترف بأن الولايات المتحدة تتوفر على أقوى قوة نارية في العالم بهذا المعنى قوة تدميرية ونارية يعني ما في حدا في العالم عنده هذه القوة النارية والتدميرية مثل الجيش الأمريكي أنا لا أتحدث عن سيناريو المواجهة العسكرية لكن في المقابل هناك المواجهة غير المباشرة المواجهة غير مباشرة أعتقد أننا سندخل الآن في مرحلة عض أصابع طويلة الأدم الأمد مريرة ومديدة ومكلفة في ساحات حروب الوكالة إن شئت أو هكذا تسمى الخمس أو الست في المفتوحة في هذه المنطقة هنا سيكون الصراع وهنا ستنتقل المواجهة بشكل أو بآخر في هذا الملعب لا أعتقد أن إيران طرفا ضعيفا بل ربما لا تكون الطرف الأضعف في هذه المعادلة وأنا كتبت يعني بعنوان ترامب وإيران من يضحك أخيرا يضحك كثيرا هذا هو المقالة نعم وأعتقد أن واشنطن لن تضحك أخيرا في هذه اللعبة على الأقل استنادا للتجربة تجربة الغزو العراق 2003 وما بعدها أعتقد أنه في هذا المجال وطبعا في ساحات أخرى مفتوحة دعني أقتبس هنا من كلامك في هذا المقال تقول أستاذ عريب لا إيران ولا الولايات المتحدة راغبتان بمواجهة مباشرة وشاملة لكن ساحات حروب الوكالة مازالت مفتوحة على اتساعها مرحلة ما بعد داعش في كل من سوريا والعراق حبلة بالصراعات والحروب والمواجهات طبعا تتحدث هنا عن العراق تتحدث عن سوريا تتحدث عن مصير أستانا عن مصير جينيف عن اليمن عن مبادرات الأممية في موضوع اليمني وأيضا عن موضوع لبنان طيب لو بدأنا بالعراق ما هو السيناريو المتوقع برأيك للمواجهة الأمريكية الإيرانية في حال تم أو اتخذ القرار بمواجهة عبر الوكالة وليس بشكل مباشر يعني الولايات المتحدة هناك أكثر من ملف يمكن أن تشتبك على أرضها واشنطن مع إيران في هذا المجال أنا أعتقد أكثرها أهمية وسخونة الآن وربما سيكون أكثرها دموية في المستقبل هو الملف العربي الكردي ملف كردستان يعني الولايات المتحدة اختلفت مع إدارة الإقليم في مسائل جزئية وليس في مجال الجوهرية المبادرات التي تقدم بها ماك جورك لإدارة الإقليم قبل الاستفتاء كانت تتحدث عن توقيت كانت تتحدث عن المناطق المتنازعة عليها ولكنها لم تكن تتحدث عن الاستقلال والانفصال على الأقل للمحافظات الثلاث السليمانية أربيل دهوك يعني هذا كان واضح في البكيج اللي قدمه ماك جورك للبرزاني والبرزاني رفض وقال أن الاستفتاء في موعده وفترة انتقالية طويلة لن تعني شيئا بالنسبة للإقليم والمناطق المتنازعة عليها هي جزء من كردستان وليس متنازعة عليها وحدود الإقليم هي حدود الدم بالتعبير يعني التعبير الرسمي يعني استخدمه مسعود البرزاني بهذا المال أعتقد هنا الرسالة ليست لبغداد بالأساس هنا الرسالة للعدو الإيراني وأعتقد أنهم تحريك الملف الكردي رح يكون أحد أدوات الضغط على إيران في المرحلة القادمة واستتباعا لمواجهة أو الشريك المضطرب في أنقرة وأنت تعرف أن العلاقات الأمريكية التركية تشهد مدا وجزرا وحال ملتبسة تماما الملف الكردي هو أحد أوراق الضغط الأمريكية على تركيا كذلك بالطبع على كل أصدقاء إيران وحلفائها في العراق هذا موضوع أعتقد أنه سيكون في مقدمة ساحات الاشتباك ولكن هنا لا تلعب الإدارة الأمريكية بمصير أقليم كردستان بشكل عام طالما نتحدث عن دولة مغلقة بالمفهوم السياسي لا منافذ بحرية لها لا تقوم لها قائمة إذا لم تعترف دول الجوار باستقلالها اليوم إيران أعلنت عن إغلاق الحدود مع أقليم كردستان العراق أيضا هناك حشود عسكرية عراقية على حدود محافظة كاركوك هناك مهلة 24 ساعة أعطتها الحكومة العراقية للدخول إلى كاركوك إذا لم تنسحب قوات البشمرقة يعني هناك توتر قائم حتى الآن أقليم كردستان لا يريد الانسحاب من المناطق المتنازع عليها مصر على نتيجة الاستفتاء بالرغم كل هذا الحصار هنا ألا تلعب الإدارة الأمريكية بمصير الأقليم بشكل عام أعتقد هذا جزء من الإرث الأمريكي في التعامل مع زمانات العالم كم من حليف للولايات المتحدة دفع ثمن التلاعب الأمريكي بمصائر هؤلاء الحلفاء يعني أنا كنت في السليمانية عشية الاستفتاء وكان هناك حوار واسع مع الأخوة في كردستان وكان لوجهة النظر أنه لا تراهنوا كثيرا على واشنطن واشنطن خذلت حلفاء أكثر أهمية بالنسبة لها منكم ومن كل المسألة الكردية بمعنى من المعاني هناك بعض الأذكرات يدركون هذا الحقيقة ويتحسبون لها ولكن هناك بعض عمت الشوفينية القومية وتطرف القومية أبصارهم وبصائرهم بمعنى من المعاني وما عادوا شايفين فعلا حس قومي كما تقول دافع قومي هو الذي يدفع مسعود البرزاني لتحدي دول الجوار بالرغم من إدراكه مئة في المئة بأنه لا يستطيع المواجهة هناك حصار اقتصادي هناك حصار جوي حصار بري خليني أميز بين مسعود البرزاني وقيادة الإخلية وبين الشعب الكردي الشعور القومي عندي الشعب الكردي جارف ويخطئ من يعتقد أن الأكراد لا يرغبون بتقرير المصير وأنا أعرف العشرات منهم وزورت كردستان أكثر من مرة وأعرف وألتقي بنوعيات مختلفة من الناس يعني لا أحصر لقاءاتي على الأطور الحزبية أو الرسالية أنا أتحدث هنا بالنسبة لمسعود البرزاني عن القيادة الشي لا 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 بالنسبة لمسعود البرزاني الدوافع وراء هذا الموضوع لها علاقة بالشخص والعائلة والحزب الحاكم يعني قولا واحدا هو رئيس منتهي ولايته كل المؤسسات الدستورية في كردستان معطلة ومنتهي ولايتها هو يواجه اتهامات وتحديات كثيرة بعضها بالفساد هو يعيد إنتاج تجربة صدام حسين بشكل أو بآخر في الإقليم حكم العائلة والزعيم المتفرد والمسيطر على المال والأمن والقوات والجيش وغير ذلك وهناك كثير من السرديات في الإقليم ولكن عندما يخالف المنطق في هذا التحدي ألا يغامر حتى بمصيره أو بإرثه السياسي لهذا أنا كتبت بعد عودتي من كردستان بأيام نجح الاستفتاء وفاشل تقرير المصير يعني أنت عملت استفتاء ومشيت الأمور واخت نسبي محترمي والآخر لكن صارت قضية تقرير المصير لكردستان أكثر صعوبة من أي مرحلة ماضية والآن في ظني مسعود ربما استطاع أن يكسر قاعدة شعبية لكن فترة الاستفتاء وكنا شايفين ذلك لدرجة أن حتى الأعزاب اللي في داخلها كانت ضد الإجراء الاستفتاء في هذا التوقيت لم تجرؤ على قول ذلك علنا إلا تنظيمين جماعة التغيير كوران والجماعة الإسلامية أما بقيت القوى صمتت بل وتركت قواعدها تذهب إلى الاستفتاء وتصوت بنعم للانفصال وتقرير المصير لأنه كان فيه جو شعبي جارف كنا شايفينه ولامسينه وعارفينه وغير ذلك لكن الآن الآن بعد إغلاق المطارات بعد إغلاق الحدود بعد المواجهات العسكرية بعد كل هذا وذلك أنا أعتقد من سيدفع ثمن هذه المغامرة والتي أريد بها تحقيق مكاسب شخصية وعائلية وحزبية هم هؤلاء بالذات لأنه سيحملهم الشعب الكردي مسؤولية الأوضاع المتردية التي سيقول إليها وضع الإقليم وأجل تراهن على عامل الزمن في هذا الموضوع تراهن على اللعبة التركية المزدوجة بالمناسبة هنا هناك كلام كثير ممكن أن يقال عن موقف تركية في موضوع الإقليم تحديدا ولكن إذا كان هناك تصعيد مع إيران يكفي أن يكون هناك تصعيد مع إيران حتى ترد إيران بقوة على الموقف الأمريكي في كردستان وحتى يرد كل أصدقاء إيران في العراق بقوة على الموقف الأمريكي في كردستان وأعتقد أن هذه اللعبة قد تنعكس وبالا على الإقليم أولا للأسف وعلى الشعب الكردي نفسه وشعب شقيق وحبيب وغير ذلك ولكن قد تنعكس أيضا على الولايات المتحدة ودورها وثقلها في المسألة العراقية على كل حال في أول بيان زوجة الراحل جالد طالباني حول موضوع الاستفتاء حملت مسعود البرزاني المسئولية مباشرة في هذا التحدي وهذا الإصرار على الاستفتاء بالرغم من أنه يخالف كل المنطق لا أدع سرا أنا التقيت بقيادات من الاتحاد الوطني في السليمانية وكانت الوجهة عنده أنه انتظروا ربما نصل إلى تسوية وكانوا يعملون على إنجاز تسوية تؤجل أو ترحل موضوع الاستفتاء يعني هذا حتى اللحظة الأخيرة ولا أخفيك أنني كنت تحت انطباع أن الاستفتاء سيؤجل بنسبة 95% بسبب كل هذا الحسابات المعقدة وعدم اتفاق السليمانية مع أربيل في هذا الموضوع ونت بتعرف الإقليم في الأخير مش كيان واحد في كيانين فدراليين داخل الإقليم يعني السليمانية دولة واربيل دولة بأجهزة أمنية ومالية وسياسية وحزبية تقريبا مستقلة بهذا المعنى لكن إصرار وعناد مسعود البرازاني كان نابع من دوافع وحسابات شخصية واحد من القضايا التي قيلت لي ومن مصادر رفيعة أن الرجل كان يبحث عن صفق التوريث تمديد وتوريث أنه يمدد له وهذا غير دستوري وأن يورث وهذا نفس اللعنة التي اشتاحت أنظمة الإفساد والاستبداد في العالم العربي طوال 40-50 سنة قبل الربيع العربي الثالوث غير المقدس التجديد والتمديد والتوريث هذه اللوثة أصابت أربيل كذلك وهذا كان يقال وليس كلاما سريا في الغرف المغلقة بهذا المعنى لكنه انتقل إلى قنوات التفاوض الخلفية السرية لكن من لديه ضمانة بموضوع التمديد أو في موضوع التوريث من يضمن حصول ذلك الآن في ظل كل هذه المتغيرات الجارفة التي تجري في المنطقة لذلك فشلت كل هذه المساعي بشكل أبو جيد طيب اسمح لي أن أتوقف الآن مع فقرة الحدث لهذا اليوم اقتطفت من بعض الصحف العربية والأجنبية ومثلما نعود لإستكمال الحوار الشرق الأوسط اتفاق المصالحة يجبر حماس على تغيير نهجها في الضفة الغربية قالت مصادر فلسطينية مطلعة للصحيفة إن حركتي فتح وحماس توافقتا على مبدأ الشراكة فيما يخص القرارات المصيرية سواء المتعلقة بالمسار السلمي أو بمسار المواجهة وأكدت المصادر أن ثمت اتفاقا واضحا بأن لا يستأثر أي طرف بقرارات كبيرة مثل اتفاق سلام ينهي الصراع أو بدء مواجهة مع إسرائيل وتابعت فيما يخص المواجهة ثم تتفاهم ضمني بأن ذلك يشمل قطاع غزة والضفة الغربية ويعني ذلك بحسب المصادر ذاتها أن تتوقف حماس عن محاولات إشعال مواجهة في الضفة الغربية على غرار ما تفعله في قطاع غزة في تغيير واضح بسياستها المتعلقة بالمقاومة وأقر مسؤولون في حماس في الضفة الغربية ردا على أسئلة الصحيفة بنية الحركة تغيير نهجها في الضفة وإعطاء فرصة كاملة لنجاح اتفاق المصالحة وعدم تخريبه وقال مصدر في الحركة سنراقب ونرى كيف سيسير الأمر نريد إعطاء فرصة للاتفاق وسنراقب بعد التزام حماس بشراكة حقيقية إذا ما كانت ستتوقف المضايقات والاعتقالات التي تقوم بها السلطة وسيفرج عن معتقلين أم لا وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن موضوع السلاح لم يكن محط نقاش بين فتح وحماس لكن حصل توافق ضمني حول أنه سيستخدم فقط في مواجهة متفق عليها أبزيرفر بلير أخطأنا في مقاطعة حماس بعد فوزها في الانتخابات للمرة الأولى قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تون بلير إنه وزعماء العالم كانوا مخطئين في الرضوخ للضغط الإسرائيلي لمقاطعة حماس فوراً بعد الانتخابات الفلسطينية عام 2006 في مقابلة ضمن كتاب سيصدر أواخر هذا الشهر قال بلير إنه كان على المجتمع الدولي أي يحاول جر حماس نحو الحوار وتغيير موقفها لكن على ما يبدو كان الأمر في غاية الصعوبة حيث كان الإسرائيليون معارضين بشدة لذلك وأضاف بلير إن الأمر انتهى بالقيام بذلك ولكن بشكل غير رسمي وبالرغم من أنه لم يأتي على ذكر اتفاقات غير رسمية مع حماس لكن يبدو أنه يشير إلى الاتصالات التي جرت بين جهاز الاستخبارات البريطانية MI6 وممثلين عن حماس في أعقاب اختطاف الصحفي في بي بي سي آلين جونستون على يد مجموعة متطرفة عام 2007 حيث تم الإفراج عن جونستون بضغط من حكومة حماس آنذاك منذ مغادرة منصبه في الرباعية الدولية عقد بلير ما لا يقل عن ستة اجتماعات مع رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل ورئيسه الحالي اسماعيل هني من أجل استكشاف إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والحركة بيد أن الحظر الدولي على إجراء اتصالات رسمية مع حماس أثر على النفوذ الغربي في المنطقة وزاد من عزلة ومعاناة الناس في غزة ودفع بحماس نحو أحضان إيران سيد عريب ما هو الكلام الكثير حول تركيا في موضوع استفتاء أقليم كل سنة؟ يعني هناك الكثير من الجعجعة والقليل من الطحن كيف؟ يعني كان هناك تهديد كان هناك تهديد بالتدخل عسكري حتى إيران لم تدخل عسكريا ليس مطلوب تدخل عسكريا النفط البزنس التجارة العقود أكثر من 200 شركية تركية تستثمر مليارات الدولارات أردوغان قال بأن كل هذه العلاقات ستقطع حتى فيما يتعلق بموضوع المفض سيكون هناك خطوات عملية إذا لم يتراجع الأقليم يعني ربما هناك فرصة الآن معطات للأقليم يعني خلينا الراقب وأيضا بحاجة الأمر إلى طلب عراقية حتى الآن لم يحصل هذا يعني خلينا الراقب يعني هذا كل التصريحات والتهديدات والأوراق التي استعرضها أردوغان في خطابات متعددة نعرفها جميعا لكن على الأرض لم يأخذ أي إجراء واحد في هذا المجال لأن أولا تركيا رتبطت بشبكة مصالح عميقة مع الأقليم وأعتقد أنه كان هذا موضع رهان من قبل المسعود البرزاني كان هناك علاقة شخصية أيضا أو عائلية عائلية أنه كان اعتقاد أنه شبكة منظومة المصالح ستمنع تركيا من اتخاذ أي ردات فعل قوية على الاستفتاء حتى الآن على الأرض نحن لا نرى ردود أفعال قوية في هذا نسمع كلاما كبيرا نسمع تصريحات كبيرة وهذا نمط صاير في السياسة التركية من تذكر مواقف تركيا في الأزمة السورية دمشق خط أحمر وننصلي في المسجد الأموي حلب خط أحمر كم خط أحمر حط أردوغان في سوريا وكم خط أحمر تم خرقه في هذا المجال دون أن تحرك تركيا ساكن والمرة الوحيدة التي تحركت فيها تركيا كان بضوء أخضر روسي أيام درع الفرات من جرابلس إلى الباب والآن سياق أستانا الملتبس في موضوع إدلب ومناطق إذن هذا النمط صاير في السياسة التركية الكثير الكثير من التصعيد في لغة الخطاب لكن لا يعني بالضرورة أن ذلك ينعكس إجراءات عملية أنا لم أرى حتى اللحظة على الأقل أي خطوة عملية ملموسة اتخذتها تركيا ضد الإقليم في خبر عاجل نقلا عن مصدر كردي قاسم سليماني على ما يبدو يصل إلى أقليم كردستان لبحث تصاعد الأزمة بين الكرد وبغداد وبالطبع هو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يعني على ما يبدو أن إيران على مختلف الصعود تتحرك أيضا هناك تأكيد لقطع الحدود يعني إغلاق المعابر بين إيران وبين أقليم كردستان العراق ولكن قبل فترة قام قاسم سليماني بهكذا زيارة حتى يعني قبل يومين على ما أعتقد حسب الخبر من الإجراء الاستفتاء ولم يكن هناك نتيجة هل من الممكن الآن أن يكون هناك ضغط من قبل إيران أن يكون هناك نتيجة لهكذا ضغط شوف إيران أحد اللاعبين في إقليم كردستان ولكنها ليست اللاعب الرئيسي إيران تحتفظ بعلاقات بالذات مع الاتحاد الوطني لزعام الجلال الطلباني سابقا المرحوم وأكراد السليمانية وهذه العلاقة بالحدود وقربهم من المناطق الجغرافية وغير ذلك لكن في أربيل نفوذ إيران كثير متواضع في هذا المجال والذي له نفوذ أكبر إقليميا في أربيل هو تركيا ودوليا الولايات المتحدة يعني بشكل واضح وجلي بهذا المجال لكن الآن وضع الإقليم الإقليم بحاجة إلى سلم للهبوط عن الشجرة بعد الاستفتاء يعني ربما هكذا قرأ سليماني وطهران المشهد في كردستان بمعنى هناك حشود عراقية هناك تهديدات واضحة في هذا المجال وكان هناك رد واضح أيضا من قوات البشمرق بأنها لن تنسحب من المناطق المتنازعة عليها لسيما كاركوك كاركوك أنت تعلم بأن كاركوك كان نفطي بالنسبة لأخيين كردستان أنا الوصف اللي اسمعت له عن كاركوك من قبل أكراد هي قدس كردستان تخيل إلى أي حد يعني أكثر من صديق كردي استقدم هذا التعبير هي قدسنا مثلما للقدس مكان خاص لديكم كفلسطينيين وعرب كاركوك هي قدسنا هذا على الأقل ما استمعت إله لذلك أنا أعتقد كردستان يجب أن ينظر أو يفكر بموضوعها خارج الصندوق بمعنى حكايتنا كردية أو إنها عراقية أو عربية أو تركمانية أنا أعتقد أن هذا الموضوع يفتح باب لسلسلة من الحروب اللاحقة إن لم يكن الآن كاركوك بحاجة لترتيب خاص يتفق عليه بين المركز ما هي السيناريوهات المتوقعة الآن في أزمة أخيين كردستان؟ أنا أعتقد مزيج سيكون نحن نكون مزيد لا أحد يرغب بحرب شاملة بين العرب والكرد العراق ليس بحاجة لمثل هذا الجرح النازف الثاني بعد الجرح الداعشي بشكل أو بآخر أعتقد أن المزيج الواقع هو مزيد من العصى والجزرة الضغط والإغراء بهذا وهذا اللي نرى الآن إيران تغلق الحدود وسليماني يصل إلى الإقليم طيب وبالنهاية في نهاية المقاف إذا لم تنسحب القوات الكردية من المناطق المتنزعة هل ستحل هذه الأزمة؟ لا لا إذا بدون ترتيب خاص لنفترض بأنه تم إلغاء نتيجة الاستفتاء بحسب التحليلات بأن هذا الأمر مستبعد ولكن ماذا بشأن المناطق المتنزعة عليها؟ إن لم يصلوا إلى ترتيب خاص لهذه المناطق أعتقد أننا مقبلون على مواجهة مسلحة وهذه المواجهة ستكون متعددة الأطراف بمعنى عرب كرد تركمان لا يجب أن ننسى العامل التركماني المدعوم من أنقرة بقوة في هذا المجال وبالأمس كانت هناك اشتباكات بين الحجد التركماني في طوز خرماته وقوات البشمرقة ويحصل مواجهات بين الحين والآخر بين هذه الأطراف وهذه الأطراف هي مبرر وجود مع اسكار بعشيق لكان بشكل أو بآخر حيث القوات التركية ترابط هناك ولا تزال لذلك أنا بعتقد رح نكون أمام مزيج من هذا وذاك ما لم ينتج العقل السياسي العراقي صيغة ترضي كل الأطراف في موضوع المناطق المتنازعة عليها وهذا الصراع في حال حصل أليس صف في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية يعني المخطط الأمريكي أليس تقسيم المنطقة لكانتونات عرقية وطائفية أو ما إلى ذلك أي صراع عرقي أليس صف في مصلحة الإدارة الأمريكية ليس بالضرورة أعتقد أن ربما يعني مآلات هذا الصراع ونتائجه هي التي ستقرر ما إذا كان سيصب في مصلحة الولايات المتحدة أم لا أنا بعتقد بوجود عشرات ألوف المقاتلين يعني سواء في القوات النظامية العراقية أو في الحجد الشعبي أو غيره أعتقد أن الإقليم يعني عسكريا سيعجز عن المواجهة في هذا المجال وساعة إذ يعني سنتقل الأزمة بين أن تكون بين أربيل وبغداد لتصبح بين السليمانية وأربيل وبين دهوك وأربيل إلى الصراع كردي كردي نعم وتذكر وهذا شيء ذكرناهم للأكراد فيه قبل أيام من الاستفتاء يومين ثلاثة فقط أنت بالستة وتسعين قوات طالباني وصلت لقلب أربيل صحيح واستنجد مسعون البرزاني بصدام حسين الذي أرسل قوات إلى أربيل لطرد الاتحاد الوطني من هناك وإلو تصريح مشهور لا يزال موجود على اليوتيوب بأنه راعي وضامن حقوق الأكراد وحياتهم في العراق موجهنا حديثه لصدام حسين تاريخ حديث هذا بالستة وتسعين مش قبل مئة سنة والمؤشرات الآن توحي بذلك المؤشرات مفتوحة على هذه الاحتمالات نعم طيب اسمح لي أنا أتوقف الآن مع فاصل قصير ومثلما أعود لي استكمال هذا الحوار في آخر طبع مشاهدين الكرام ابقوا معنا من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام وأوجد الترحيب بالسيد عريب رنتاو مدير مركز قدس الدراسات السياسية الذي يرافقنا في هذه الحلقة من آخر طبع لكن قبل استكمال الحوار نتوقف مع فقرة إقراء الإسرائيل هاء ريتس عناق دب نووي جهات عدة في العالم أعربت عن تحفظات وقلق حيال قرار ترامب باستثناء إسرائيل والسعودية التي أعربت عن تأييدهما له منذ سنوات والصراع ضد الاتفاق النووي على رأس أولويات نتنياهو ويبدو أن ترامب على وشك فعل ما طلبه منه نتنياهو ومن العالم في عدد لا يحصى من المناسبات ومن على منبر الأمم المتحدة في الشهر الماضي تغيير الاتفاق أو إلغاؤه ملتزما بهدفه نتنياهو كان على استعداد للمخاطرة بنفسه وبإسرائيل في أنشطة ديبلوماسية حثيثة إنها مقامرة خطرة في ضوء الواقع غير المسبوق في واشنطن لا أحد يمكنه التكهن كيف سيتصرف ترامب في حال وقوع صدام مع الإيرانيين العناق الأمريكي الذي يفرح نتنياهو وحكومته قد يتبين أنه عناق دب معاريف نتنياهو لم يلحق سوى الضرر بحلمه بإقامة محور ضد إيران في الشرق الأوسط من بين كل أخطاء رئيس الحكومة نتنياهو يعد خطأه في الشهر الأخير بإعلانه عن دعمه دولة كردية مستقلة المثال الأبرز على الغباء المتهور بوجه خاص غريب الأطوار هذا الذي يشغل منصب رئيس الحكومة لديه لمسة سحرية معكوسة كل ما يلمسه يخرب وكل ما يخربه يقدمه على أنه انتصار عندما يعلن ما يبدو أنه صحيح مثل دعم استقلال كردستان فإنه يلحق ضررا بالكرد وبإسرائيل على حد سواء ها قد أتى بن يمينة شرشل نتنياهو وبدل أن يعلن عن دعمه لاستقلال فلسطين التي هي مشكلتنا المستعرة يعلن عن دعمه لاستقلال كردستان بخلاف كل منطق سياسي وإذ نجري مقارنة فإن الفلسطينيين لديهم دعم عالمي واسع بينما هناك إجماع على معارضة كردستان يدعوت أحرنوت يلعب بالنار اعتادت إسرائيل التعامل مع إدارات أمريكية انتقادية وتعطيل انتقاداتها دونالد ترامب يشكل تحديا من نوع جديد لإسرائيل رئيس أمريكي يكرر بلا تحفظ مزاعم إسرائيل ما الذي تريده إسرائيل أن يحصل بعد خطاب ترامب؟ ما هي مصلحتها؟ الرأي الذي تبلور في القيادة الأمنية يقول الآتي لا أكثر ولا أقل الاتفاق النووي سيء لإسرائيل لكن ما دامت إيران تلتزم به فإن التهديدات غير فورية تهديد إيران لإسرائيل يتركز حاليا في موضوعين لا يغطيهما الاتفاق النووي التقدم الإيراني في تطوير صواريخ أرض أرض دقيقة وتمركز إيران في سوريا والعراق واليمن المؤسسة الأمنية على قناعة بأن البقايا الأخيرة لداعش في سوريا ستصف خلال شهرين أو ثلاثة والأسد الذي استهزأ به الإسرائيليون في بداية الحرب يتعلمون تقديره من جديد سيد عريب وكأنه يوجد قلق إسرائيلي من الانزلاق إلى حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران ومن تدعيات هذه الحرب خاصة على الكيان الإسرائيلي يعني إذا كان هناك من مواجهة مباشرة إيران لا تستطيع أن تضرب واشنطن ونيويورك حتى الأسباب تقنية لا تستطيع ذلك تستطيع أن تضرب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لكن تستطيع أن تضرب إسرائيل وأيضا مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة التي هددت بذلك أكثر مرة أهم مصلحة الولايات المتحدة في المنطقة ككل هي إسرائيل يعني على الإطلاق وطبعا هناك القواعد الأمريكية وهناك الأساطير الأمريكية وهناك الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة موجود لكن أنا في ظني الكنز الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة هو إسرائيل وإنت إذا ضربت إسرائيل أو جعلت حياة الإسرائيليين صعبة للغاية أعتقد هذه صفعة للولايات المتحدة لا تنسى ومن الصعب غفرانها بشكل أو بأغر لكن اللي قيل أنا أعتقد في جانب منه صحيح يعني إسرائيل بالغت في موضوع نووي بالحصول على أهداف في أماكن أخرى إسرائيل تخشى النفوذ الإقليمي لإيران بعض العرب يعني يخشون النفوذ الإقليمي لإيران أكثر من خشيتهم من النووي دونالد ترامب كان واضح في خطابه بأنه الهدف هو الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة البرنامج الصاروخي الكل يعرف أنه لعبة النووي اللعبة ليست سهلة وليس بمقدور أحد أن يقامر بإشعال الزر النووي بشكل أو بآخر لكن الصواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى برؤوس تقليدية ليس برؤوس نووي هذا تهديد وتهديد استراتيجي وإسرائيل تعرف الآن في مواجهة منظمات مثل حماس وحزب الله بوجود منظومة صاروخية تجد صعوبة في كسب الجولات وفي المعارك وتجد صعوبة في خلق ميزان رعب بشكل أو بآخر فما بالك مع دولة بحجم إيران لذلك السلاح الصاروخي وهذا كان واضح في خطاب ترامب وفي ردود الفعل الإسرائيلي هذا تهديد أنا في ظني واقعيا تخشى إسرائيل أكثر ما تخشى من النووي لأن إن بادرت جهة زي إيران بضرب نووي ستحرق بالنووي أيضا هذا سيكون فاتحة ومبرر لاستخدام هذا انتحار ذاتي هذا قرار بالانتحار بشكل أو بآخر هذه الصعوبة التي تجدها إسرائيل في توازن الرعب كما تقول مع الفصائل الفلسطينية تحديدا حركة حماس والجهاد الإسلامي هل ستبقى قائمة حتى بعض المصالحة الفلسطينية شوف موضوع المصالحة يجب أن يأخذ في سياق أوسع يعني لماذا المصالحة الآن ولماذا هذا الحماس المصري غير المسبوق يعني لإتمام المصالحة دخلت مصر بكل ثقة للرئاسي والمخابرات على خط المصالح طب الانقسام أمر 11 سنة يعني شايف كيف خبر الانقسام لم يأتي القاهرة بالأمس أو أمس الأول يعني هذا أمر 11 سنة للانقسام وإسرائيل على ما يبدو أنه مزعلني كمان إسرائيل دائما لازم تحط شروطه حتى ثلاث شروط نزع سلاح الكتائب الاعتراف بيهودية الدولة العبرية وكل هذا الكلام يعني شايف كيف بس هذا إسرائيل ستقوله في كل الحالات يعني شايف كيف ترحيب بعض المحور السعودي الإماراتي إلى آخره بهذا الموضوع رغم أنه في موقف عدائي من حماس بشكل أو بوضع ما يقال عن رفع الفيتو الأمريكي عن هذا الترحيب الأوروبي والغربي عموما والأمم المتحدة وغير ذلك يعني هاي الاحتفائية بالمصالحة أنا بالنسبة إلي بثير سؤال يعني نعرف كل الأسباب التي دفعت الأطراف للذهاب إلى خيار المصالحة حماس تختنق بغزة وتخنق بحكمها لغزة أهل غزة قولا واحدا وغزة كانت على شفير الانفجار ولا زالت لا زالت هذا أولا أبو مازن والسلطة الفلسطينية واصلين لطريق مزدود في موضوع ترامب والإدارة والآخر اقتراح من كوشنر للسلطة الفلسطينية أن أطلقوا على السلطة اسم دولة وترتبط بقايا الضفة الغربية بقطاع غزة وهذه الدولة الفلسطينية بحدود تدريجية بدل من الحدود المؤقتة التي يحكي فيها نتنياهو أعطاها اسم جديد قريد كوشنر حدود تدريجية إذا أراد ترامب أن يطلق أو يعلن صفقة القرن لا بد أن تكون هناك صلة بين السلطة وغزة ولا بد أن هناك تواصل سياسي من جغرافيا على الأقل في المرحلة الأولى بين السلطة في غزة والسلطة في رام الله أعتقد أن ما يجري خنق المقاومة المسلحة في داخل فلسطين أليس من شروط أيضا التوصل إلى صفقة القرن لا أحد يحكي عن المقاومة المسلحة هذا الموضوع تجاوزوا الناس وحماس تجاوزته حماس أصلا كانت مستعدة له دن طويلة الأمد كانت الشروط أكثر قسوة عليها والوساطات التي جاء بها طون بلير كان فيه درجة من التجاوب من قبل حماس وفكرة الهدن طويلة الأمد جزء أصيل في خطاب حماس لكن موضوع السلاح هو جزء أيضا من هذا الأمر نعم نعم اللي بجري الآن يعني هو ليس يعني ممكن بعض الفلسطينيين بنظر المصالحة وهذا حق ولازم ينبنى عليه لازم ينشغل عليه وصف محاول لتحصين البيت الفلسطيني في مواجهة صفقة ترامب لكن السؤال هل الوسيط والوسطاء والرعاة لهذه المصالحة يحضرون المجتمع الفلسطيني لمواجهة صفقة ترامب ولا يمهدون الطريق لصفقة ترامب لكي ترى النور في المسألة الفلسطينية رح نكون خلال الأشهر القليل القادمة أمام سراع بين اتجاهين اتجاه يريد أن يفرض صفقة ترامب على الفلسطينيين والآن في إطار المصالحة بحيث الكل يكون موافق على صفقة العصر أو صفقة القرن واتجاه آخر يريد أن يتخذ من المصالحة الفلسطينية وسيلة لتعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهات مثل هذه الضغوط ربما لهذا السبب المستوى الأمني في إسرائيل قبل يومين ثلاثة إن كنت تذكر قال بأن أمر هذه المصالحة شهرين ثلاثة أو أربعة بالكتير لأنه ببساطة بكرة إذا لم يتساوق الفلسطينيون من عباس لحماس مع مقتضيات صفقة القرن أعتقد أن الرعاة والوسطاء والداعمين والمرحبين سيعملوا على التدخل الضار في المسألة الفلسطينية الداخلية البنود السرية التي تم الحديث عنها في الصحف الإسرائيلية ضمن هذه المصالحة من أهمها أن يكون قرار الحرب والسلم هذا ليس سر هذا لا هذا ليس بند السرية هذا جزء من مبادئ المصالحة وهذا ممكن يكون كويس وممكن يكون سيء حسب كيف الإدارة الفلسطينية لهذا الموضوع بدأت تم بمعنى أنه هل بالإمكان بناء شراكة فلسطينية في كل الموضوعات بما في ذلك في قرار الحرب والسلم يعني لا تستطيع حماس أن تشعل حرباً مع إسرائيل دون تنسيق مع فتح والسلطة ولا تستطيع السلطة أن توصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل تون أن توافق حماس في هذا المجال فكرة الشراكة بمعنى من المعاني فكرة مهمة وأساسية إن أردت أن تعمل مصالحة ووحدة وطنية لكن السؤال في أي اتجاه نذاهبين القوى الدافعة باتجاه المصالحة واللي جعلت المستحيل ممكن وين مخدانا في هذا الموضوع بدي أذكرك بس في نقطة واحد في قمم دونالد ترامب الثلاث في الرياض أو الموضوع الفلسطيني إن حكي عن حلف شرق أوسطي جديد بيّنت ملامحه بردود الفعل على خطاب ترامب بيّنت بشكل واضح تماما وهذا بدي ينشأ 2018 كما تقرر في قمم الرياض الثلاثة قبل المصالحة كان في محاول لفرد دحلان على محمود عباس شو دحلان لسه ليس إسطة شخص أو مجموعة أو تيار إسطة خيار إقليمي مصري إماراتي يريد تهيئة الطريق أمام صفقة القرن أبو مازن أغلق الباب في وجه دحلان وعمل المؤتمر السابع لحركة فتح وقسقص أجنحته في الضف الغربي راحوا فتحوا له طريق التفافي من غزة بالاتفاق مع حماس دحلان وهذا الاتفاق أثار لغة داخل حماس لأنه إيش عم تعملوا أنت عم تفتحوا الباب لمحور إقليمي عنده أجندة ملع علاقة بما تفكرون به وهو لا يحتمل مواقف رمالة فما بالك بمواقف غزة سياسيا بهذا المعنى لذلك اكتشفوا لاحقا أنه دحلان ما عنده وزن تمثيلي ما عنده وزن جماهيري ما عنده اضطروا يرجعوا لمحمود عباس محمود عباس كان خاضع لضغط هائل من الرباعية العربية هائل من أجل تمرير صفقة المصالحة مع دحلان ونجح في مواجهة هذا الضغط وأدار ظهره لكل هذه الضغوط وعقبوه وعزلوه وفترة طويلة كان الرجل منبوذ من قبل هذه العواصم وانت غير خافي عنك أن العلاقة كانت متوترة مع القائرة ومع الإمارات ولا زالت مع السعودية حتى في الأردن صار في نوع من القطيع أكثر من سنة ما صارتش قمم أردنية فلسطينية قبل الأحداث والتطورات اللي صارت في القدس مؤخرا الآن فجأة يصبح عباس مشتهى من كل هذه الأطراف والمصالحة حلم ويلقى وراءها بكل هذا الثقل أربط ذلك بمشروع ترامب هذا هو العامل الجديد هذا هو الجيم تشينجر يعني كما يقال هذا هو العامل الذي قد يغير قواعد اللعب أو غير قواعد اللعب بهذا المعنى لذلك بدنا الراقب إذا صار في تساوق فلسطيني مع هذه التوجهات الإقليمية والدولية أنا أعتقد موضوع المصالحة بمشي لكن إذا صارت في مقاومة فلسطينية سياسية وثبات على الموقف في مواجهة هذه الضغوط أعتقد أن عملية التخريب بالمشهد الفلسطيني الداخلي رح تستأنف على كل حال هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة طبعا كان هناك عدة ملفات لابد من الحديث عنها ولكن مع الأسف أدركنا الوقت من تأثيرات وتدعيات خطاب ترامب وأيضا التوتر القائم الآن على خلفية الاتفاق النووي الإيراني والرأي الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية بهذا الاتفاق ولكن مع الأسف لم يعد هناك وقت شكرا جزيلا لك عريب الارنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية شكرا لك على هذه المشاركة معنا وأشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة